بعد معرفنا إذا نقدر نعمل منتوفرزيستنس للكاميرات الأفقية عايزين نشوف إذا نقدر نعمل منتوفرزيستنس للكاميرات الميلة الانكلاينت بيمز لو تفتكر قولنا قبل كده في الدرس التسليح بالإمبيريكل ان الانكلاينت بيمز عادة بتتعامل ليه هي إما بتتعامل في الطوبروف اللي هو السطوح بحس ان السطوح نفسه يبقى ميل ولو تفتكر قولنا بتبقى ميزته في الحالة دي ان لو فيه اي أمطار أو السنوء اللي هو جليد تضمن هو ما يتجمعش فوق السقف دوت وينزل يقع على الأرض مما يعمليش وزن زياد على السقف وبما ان الموضوع ده نادر في مصر والدوء العربية عشان كده عادة احنا بنعمل السقف أفقي مش ميل اما العادة احنا ممكن نشوف الكاميرات الميلة فين بتبقى دايما موجودة في السلالم يعني مثلا لو انت عندك كاميرا ميلة زي دي عبارة عن بسطة وسلم وبسطة لو تاخد بالك الكاميرا دي فيها جزء أفقي وجزء ميل لازم دايما تراعي الجاينز اللي بين الجزء الأفقي الميل وقبالك الجاينز عندنا هنا اللي هي نقطة تقاطع يعني مثلا زي الجاين دي والجاين دي لو تفتكر برضو احنا كنا اخدنا الكلام ده في تسليح الكاميرات بطريقة الامبيريكل وقلنا ان الجاينز دي مهمة قوي التسليح بتاعها وفيها غلطات ممكن تبقى غلطات فيتل توقع المبنى ولو تفتكر الجاينز دي بنسميها ريجد جاينز المومنت من المنبر ده للمنبر ده وهتلاقي عادة الريجد جاينز عندنا نوعين يا اما نوع بنسميه opening جاينز وإيه المقصود بopening جاينز يعني الجاينز عايزة تفتح يعني الزاوية between the two members عايزة تزيد ودي لما تيجي ترسم البنين المومنت هتلاقي ان هيحصل تداخل للبنين المومنت الاثنين المومنت بتاع two members هيخشه في بعض وفيه عندنا نوع تاني بنسميه closing joint طبعا closing joint بين من الاسم ان المومنت اللي بيأثر على الجاينز دي عايز يقفل الجاينز يعني يقفل الجاينز يعني يقلل الزاوية between the two members ودي لما تيجي ترسم البن المومنت هتلاقي ان الاثنين مومنت بتاع two members بيبعدوا عن بعض فده بنسميه يحصل تباعد في المومنت فاحنا عادة بنبص على البن المومنت لو تداخل تعرف من دي تبقى opening joint لو تباعد طعف من دي closing joint كل واحدة من two joints دول سواء opening او closing ليه تسليح special لازم يتفهم وبعضين يتحافظ فلو احنا هنبتدي اول حاجة بالopening joint فكين قلنا شكل البن المومنت هابقى عمل ازاي هتلاقي فيه التداخل في البن المومنت تخيل مثلا لو انا عندي two members زي دول member هنا وmember هنا وطبعا اللي بينهم دي هاي دي joint اللي بنتكلم عليها لو البن المومنت عند ال section ده كان موجود لتحت فكين موجود لتحت هنديل السهمة لتحت فاكر من اتزان الجوينت مش لازم البن المومنت على الممبر التاني يبقى برضو موجود لتحته بنفس القيمة انت ااخد بالك البن المومنت هنا عايز يعمل ايه للجوينت دي عايز يخليها تتفتح اكتر يعني عايز يزاوي between two members زول تزيد لما تيجي ترسم البن المومنت ده جرام للحتة دي هتاخد بالك ان اديلي السهمة هنا لتحت انا لو بنيجي نرسم البن المومنت هتيجي هنا عمودي على ال datum لتحت وترسم البن المومنت من نفس النقطة بس عمودي على ال datum من ناحية التانية هترسم البن المومنت بنفس القيمة وترسم البن المومنت على الممبر الناحية التانية ايه اللي حصلت two moments دول الاتنين دول دخلوا في بعض فبنسمي المومنت هنا هيحصل تداخل المومنت ولو تفتكر احنا من الدرس بتاع ال empirical قلنا التداخل ده عايزك تحفظ ان التسليح بتعمل فيه حاجة اسمها مقص ليه؟ فاكين قلنا قبل كده لما تيجي ترسم تسليح المنطقة دي هنا في عندي moment تحت يعني attention site تحت وهنا كمان moment تحت يعني attention site تحت يبقى احنا اكيد محتاجين تسليح رئيسي تحت هنا وهنا ينفع نكمله سيخ واحد فاكين قلنا لو فيه تداخل ممنوع تماما ان انت تكمل حديث سيخ واحد ليه؟ لان ان انت عارف ان الحقيق لناحية البن المومنت ده عليه tension يعني بيتشد شكل عامل زي التمانية كده وبتشده من راحتين السيخ ده هيبقى عازية فرد او بمعنى اصح هتلاقي انه محاصلة التي هنا والتي هنا بتزقل تحت طب المحاصلة اللي بتزقل تحت دي بتضعت على اني جزء من الخرصانة بتضعت على الكفر وفاكر الكفر اللي هو تخنته كلها على بعض في حدود 50 ميلي غالبا ما بيستحملش المحاصلة دي والكفر بكسر وطبعا لو الكفر الكسر هنا due to tension ممكن الكاميرا كلها تنهار ودي زي ما قلنا تعتبر غلطة فيتل هنحتاج نعمل ايه عشان الكفر ما يكسرش لكن قلنا هنضطر دايما نخلي ان ده سيخ لوحده وده سيخ لوحده لازم نفصل بينهم بس ينفع افصل بين السيخين دولي بقى ده الواحد وده الواحده ووقف التسليح هنا وهنا طب ما ينفعش لان انت كده وقفت الحديد عند الماكس من مومنت يعني الجون دي اكيد هتروح مكسورة دي طبعا غلطة فيتل كان لازم نعمل ايه لو تفتكر لو انت ناوي توقف سيخ الحديد عند الماكس من مومنت قلنا لازم السيخ ده يتمد بعدها مسافة ld يعني المفروض سيخ الحديد اللي هنا ده لسه هيتمد يكمل مسافة قد ايه ld والله لو طول ده لقينا ان هو كفى ld يبقى السيخ هيقف هنا ويتحط له جنش لكن لو طول ده ما كفاش يعني بمعنى صح لقيت المسافة دي لسه قلم ld يعني لو ما ديت ld هيطلع بره في الهواء في الحدي هحتاج اعمل ايه قد نسيخ الحديد يا اما يمين يا اما شمال لو احنا قد نسيخ الحديد ناحية اللي مين بحس دائما انتفقنا ان الطول ده زائد ده هيبقى ld هنا الزاوية بين الجزء ده والجزء ده تعتبر زاوية حد ده قلم 90 درجة ما هياش غلط لكن احنا بنفضل لتنين ناحية تانية عشان تبقى زاوية منفارجة تبقى الزاوية دي اكبر من 90 درجة وزي ما قلنا من نقطة تقاطعهم هو ده الطول ld لو 60 الف الكلام ده تعمل للسيخ ده الناحية التانية برضو هيكمل ويتمدى زاوية منفارجة بحس ان طول ده كله يبقى ld هو كمان ده كده كان شكل مقص لو تاخد بالك عند التقاطع الجزء ده هو التسليح هنا دخل في بعض لكن التسليح هنا معدي من بعض يعني هتلاقي ان فيه اسيخ في الاتجاه ده واسيخ تانية في الاتجاه ده بيخش واحد وواحد يعني واحد الناحية دي واحد الناحية التانية واحد الناحية دي واحد الناحية التانية وهكذا لو تاخد بالك في حالة المقص الاسيخ دلوقتي على attention يعني هتتشد فيه اي حاجة هتضغط على cover هنا مفيش حاجة تضغط على cover خالص عشان كده عايزك تحفظ دايما لو لقيت فيه التداخل في البن المومنت من غير ما تفكر عايزك تعمل مقص للتسليح ان كل اسيخ منهم يتمدى مسافة ld وفاكرين قلنا قبل كده ممنوع اي حاجة تشبك في المقص يعني ايه يعني الناحية التانية انا مفروض احط strap hangers ينفع حط strap hangers وتيجي تشبك في المقص هنا تعمل overlap مثلا 25 سنتي فاكرين قلنا لقا strap hangers بتكمل من فوق المقص تفضل مكملة كده ولو تفتكر زي ما كنا اخدنا في درس الimpirical قلنا قبل كده ان الجوين دايما عشان السريسز عليها عالية قوي فاحنا منحتاج في المنطقة دي نعمل تداخل للكنات يعني ايه يعني انت مفروض الكنات بتاعت المنبر ده تفضل مكملة عمودي على center line وهنا برضو تفضل مكملة عمودي على center line بس حد فاكركو تببتدي تداخل الكنات منين من النقطة دي اللي هي بنسميه نقطة راس السهم وانا المقصود هنا قلنا ان لو الجوينت عامل كده زي الثمانية يبقى راس السهم الفوق يبقى انت هتحتاج من النقطة اللي فوق دي تبتدي تداخل الكنات لو الجوينت عامل كده يعني عامل زي السبعة يبقى ساعة رأس السهم التي تحت يعني هنعمل ايه لو فيه تداخل في البن المومد ان احنا هنعمل ايه هنعمل المقص فكين كنقلنا قبل كده ينفح حال تاني بديل للمقص ان احنا نعمل حاجة اسمها الفيونك الفيونكة دي بتتنفذ ازاي ان احنا بناخد نفس السيخ يبتدي يتلف عند الجوين بالمنظر ده ويكمل لناحية التانية يا خبالك ده يبقى سيخ واحد ما هو ما السيخين حالين التسليح ده مش برضو عليه تنشن؟ تقدر تقول لي لو الحديد ده تشد من أحياري ومن أحياري فيه اي حاجة هتقطع كفر؟ لا كل اللي هيحصل ان هيبقى فيه كومبريشن جوه التسليح بتاع الفيونكا طبعا خرصان في الصح من كومبريشن كويس فما فيش مشاكل خالص خبالك برضو الفيونكا الستيراب هنجرز هتعدي من فوقها بالمنظر ده يبقى وضح ان احنا كده عارفين ان يوم من لقي تدخل في المومنت دايما التسليح بتاع التنشن يا اما يتعمل مقص يا اما فيونك تقدر تقول لي مين أحسن الفيونكا ولا المقص؟ حسب احنا بنتكلم فأنه حالة يعني ايه؟ يعني عيب الفيونكا ايه؟ الفيونكا عيبها ان ده سيخ واحد فالتشكيل بتاعه صعب وفي نفس الوقت في الفيات الكبيرة الحديد ده بيبقى وزنه تقيل نسيخ الحديد طويل قوي فأكيد وزنه هيبقى تقيل بقى صعب على الحداد انه هو يبتدي يرص الحديد كمان فعلشان كده في الكاميرات احنا بنفضل ان احنا نعمل دايما مقص المقص طبعا هيبقى الرص بتاعه اسهل بكتير طب امتى الفيونكا تبقى احسن؟ في حالتين اولا لما يبقى الفيات صغيرة يعني مثلا زي فيا 10 و فيا 12 حاجة تانية لما تبقى الاريا اللي هنا صغيرة يعني التخانات دي تبقى صغيرة فتبقى المساحة اللي في المنطقة دي صغيرة ساعتها المقص صعب ليه لانه هيبقى صعب ان انت تلاقي عندك مكان تمدي فيه الدي من ناحية دي ومن ناحية دي يبقى واضح عندنا ان الفيونكا عادة تفضل امتى؟ تفضل في البلطات ليه؟ لان البلطات الفيات بتاعتها صغيرة 10 او 12 وفي نفس الوقت كمان عشان تخانت البلطة صغيرة فالاريا هنا صغيرة فيبقى صعب ان احنا نعمل مقص مش هتلاقي مكان تمدي الدي لكن بالنسبة للكاميرات طبعا المقصات اسهل بكتير وده مش حفظ يعني الاتنين صحة في الحالتين لكن احنا بنفكر مين اسهل في التنفيذ في الكاميرات لما بنلاقي تدخل في المومنت بنفضل نعمل مقص ترجمة نانسي قنقر